اشتركوا في القناة ومن ثم امر سيدنا حذيفة بن اليمان الجيش بان يسير حتى همذان وهمذان تبعد عن نهواند بمائة كيلومتر تقريبا فوصلت مقدمة الجيش الى همذان وخرج اليه صاحب همذان واهلها يطلبون من سيدنا القعقاع الصلحة على الجزية فصالحهم مع ان حصون همذان من اقوى الحصون وصدق الرسول حين قال نصرت بالرعب مسيرة شهر ويرسل سيدنا القعقاع الى سيدنا حذيفة بخبر الفتح وتفتحها مذان في ذلك الوقت صلحا وكان سيدنا عمر قد الغى قراره السابق لجيوش عن الانسياح في بلاد فارس خوفا عليهم من الغنائم وكان سبب دخول المسلمين نهواند هو تجمع اعداد من الفورس يقدر عددهم بمائة وخمسين الفا لمحاربة المسلمين وقال له الاحنف يا امير المؤمنين انك نهيتنا عن الانسياح في البلاد وان ملك فارس بين اظهرهم ولا يزالون يقاتلوننا ما دام ملكهم فيهم ولم يجتمع ملكان متفقان حتى يخرج احدهما صاحبه وقد رأيت اننا لم نأخذ شيئا بعد شيء الا بانبعاثهم وغدرهم وان ملكهم هو الذي يبعثهم مرة بعد مرة ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا بالانسياح وان تسمح لنا بان نستأصل شأفة الفورس ونبيد خضراءهم فقال الفاروق صدقتني والله ثم اذن عمر في الانسياح في بلاد فارس والان اتى فتح اصبهان فبعد فتح نهواند وهمذان فكر سيدنا عمر في الانسياح في بلاد فارس وتحير سيدنا عمر باي بلاد فارس يبدأ ولكن عاجله الفرس فاجتمعوا في اصبهان فقرر سيدنا عمر ان يبعث جيشا الى اصبهان فيرسل رسالة الى عبد الله بن عبد الله بن عتبان والي الكوفة ارسل له رسالة يأمره بتجهيز جيشا الى اصبهان وان يقود الجيش بنفسه لفتح اصبهان وان يترك على الكوفة زياد بن حنظل ليصبح والي الكوفة واراضي فارس ولكن لم يبق في الولاية كثيرا فقد وجد صعوبة في التعامل مع اهل الكوفة فهم الذين شكوا ايضا سيدنا سعد بن ابي وقاص الى سيدنا عمر فعزله وطلب سيدنا زياد من امير المؤمنين ان يعفيه من الولاية فاعفاه سيدنا عمر وولى مكانه سيدنا عمار بن ياسر ثم تحرك جيش سيدنا عبد الله من الكوفة الى حلوان ثم الى نهواند وامره سيدنا عمر ان يأخذ نصف قوات جيش سيدنا حذيف بن اليمان ويتحرك بها الى اصبهان ثم ارسل سيدنا عمر برسالة الى سيدنا ابي موسى الاشعري وهو والي البصرة في ذلك الحين وكما ذكرنا من قبل ان اهم مدينتين في بلاد العراق وفارس هما الكوفة والبصرة وتخرج من المدينتين الجيوش الاسلامية واراد سيدنا عمر ان يحاصر اصبهان ويهاجمها من طرفين ان يهاجمها من الطريق الشمالي الذي وجه اليه عبد الله بن عتبان وان يهاجمها ايضا من الطريق الجنوبي وكان مضمون الرسالة الى سيدنا ابي موسى الاشعري ان يخرج بالجيش من البصرة ويتجه الى اصبهان من جهة الجنوب ولو نظرنا الى ابعاد الخرائط لوجدنا ان اصبهان في عمق الدولة الفارسية فقد توغل المسلمون في داخل الاراضي الفارسية توغلا كبيرا ووصل عبد الله بن عتبان الى اصبهان قبل ابي موسى الاشعري فيقابله جيش اصبهان خارج مدينة اصبهان بنحو خمسة كيلومترات والتقى الجيشان وذلك قبل وصول جيش ابي موسى الاشعري ويقول الرواة انها كانت على منوال معركة نهواند وينتصر عبد الله بن عتبان على هذه الفرقة ويقتل عبد الله بن ورقاء الرياحي الشيخ الكبير قائد مقدمة جيوش اصبهان قتله في وادي سمي فيما بعد بوادي الشيخ الى يومنا هذا ثم انسحب الجيش الفارسي الى داخل اصبهان وتحصن داخل مدينة جي وقف المسلمون محاصرين الحصن وعلى رأس الحصن رجل يسمى فاذوسفان وكان امير مدينة اصبهان وفيه شدة ورجوله فقاتل المسلمين قتالا شديدا ولكن كعادة الفرس يحاربون من وراء جدر يحاربون المسلمين فاذا هزموا تحصنوا وراء الجدر وكل ذلك ولا يمل المسلمون من الحصار وحتى الان لم يأتي جيش ابو موسى الاشعري بعد وذلك من سرعة وصول عبد الله بن عتبان لا من بطي ابي موسى وطال الحصار حتى ظن الفرس الهزيمة فيخرج الفاذوسفان رافعا راية يريد ان يتحدث الى قائد المسلمين فقال لعبد الله بن عتبان لا تجعل اصحابك يقتلون اصحابي ولكن اخرج لي فان قتلتك رجع اصحابك وان قتلتني سالمك اصحابي وكان سيدنا عبد الله من امهر المسلمين واشدهم ضراوة في القتال فوافق سيدنا عبد الله على ذلك ليقي المسلمين قتالا عظيما طاحنا ويكسب مدينة جي فيخرج سيدنا عبد الله الى الفاذوسفان واخترى ان يكون القتال بالرمح لا بالسيف فقال سيدنا عبد الله تحمل علي ام احمل عليك فقال الفاذوسفان بل احمل عليك فوافق عبد الله على ذلك ويتترس بترسه فهجم عليه الفاذوسفان وضربه ضربة قوية تفادها سيدنا عبد الله بمهارة عالية ولكن اصاب الرمح سرج فرسه فقطعه فوقع من على الفرس واقفا ثم اعتلى فرسه بقفزة واحدة وقال للفارسي هذه نوبة التي اهجم فيها ولكن لما رأى الفاذوسفان مهارة سيدنا عبد الله قال له في دهاء وخبث انك يا عبد الله رجل كامل ولا اشتهي قتلك فرض مني الصلح ولا تجعلنا نقتل بعضنا وهذا من خبث الفارسي لانه رأى ان سيدنا عبد الله سيحمل عليه حملة واحدة يقطع بها رأسه فجعل يظهر نفسه بانه محب للسلام ثم قال له اقبل مني الصلح على ان يعطيك اهل اصبهان الجزية كما تطلب ومن شاء منهم ان لا يعطيك الجزية ترك المدينة وترك لك ارضه وماله فوافق سيدنا عبد الله على ذلك واخذ منهم الجزية وترك لهم حرية الخروج فخرج ثلاثون رجلا فقط رفضوا ان يعيشوا مع المسلمين وانفوا ان يدفعوا الجزية ويسيطر سيدنا عبد الله على المنطقة بكاملها ومن ثم كتبوا معاهدة على ان يحمي المسلمون الفرس وان يصلحوا من حال الفرس وشأنهم على ان يدفع الفرس الجزية وبعد هذه المعاهدة دانت منطقة اصبهان وما حولها من المناطق للمسلمين وتم فتح اصبهان سنة 21 هجريا وبدأ المسلمون يرتبون القوات والحاميات في اماكن مختلفة على الحدود الواسعة واصبحت الاراضي الفارسية من تستر الى اصبهان في ايد المسلمين اسقاط الدولة الفارسية بعد ان دانت هذه المنطقة بدأ تفكر سيدنا عمر بن الخطاب في تغيير خريطة العالم فبدأ بارسال الجيوش بكثرة من المدينتين العظيمتين الكوفة والبصرة بدأ بارسالهم لفتح المملكة التي بدأت تترنح ومملكة الفرس مملكة عريضة جدا فالعراق على اطراف المملكة ومع ذلك خاض المسلمون فيها معارك كثيرة ليفتحوها واصبهان في منتصف فارس فبدأ الفاروق عمر باخراج الجيوش بكثرة ليسقط هذه المملكة العظيمة مملكة فارس وليغير مجرى التاريخ كله وكان ذلك في عام 22 من الهجرة ونحن وان كنا نتكلم في الجبهة الفارسية الا انه في جانب الروم تحدث معارك في نفس القدر من العظمة والعزة فهذا امر عجيب جدا يسجله التاريخ للمسلمين ان جيشا من المسلمين في دولة صغيرة كالمدينة يبدأ في التوسع حتى تدين له كل هذه المنطقة وتسقط له دولة عندها من البشر ما لا يحصى عدده وعندها من المهارة في الحرب ما يتعجب له الناس والفرس قبل ذلك قد هزموا الروم والمملكة الفارسية هزمت الروم قبل ذلك وعليهم من الامراء من له من الحكمة والمهارة في القتال ما يضرب به الامثال وعندهم من الاموال الكثير ثم تسقط هذه الارض تحت ايدي هؤلاء الاطهار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك ان تتخيل كيف لمدينة صغيرة ان تهزم فارس والروم في نفس الوقت ثم اتى فتح شمال الدولة الفارسية وبدأ سيدنا عمر يبعث الجيوش واضعا لها الخطط من المدينة فيخرج بعض الجيوش من الكوفة لتفتح شمال الدولة الفارسية وبعض الجيوش من البصرة لتفتح وسط وجنوب الدولة الفارسية وانفذ عمر بن الخطاب خمسة جيوش من الكوفة لفتح شمال الدولة الفارسية فالجيش الاول وعلى رأسه سيدنا نعيم بن مقرن وبلغت اعداد جيشه 24 ألف مقاتل مسلم خارجا من الكوفة في اتجاه همذان لأن همذان نقضت صلحها مع المسلمين وبدأ الفرس يتجمعون فيها لمحاربة المسلمين وقال سيدنا عمر بن الخطاب لنعيم إذا تم فتح همذان فتوجه إلى الري ووجه الفاروق الجيش الثاني إلى طبرستان وجرجان والجيش الثالث والرابع إلى أذربيجان وهي منطقة واسعة كبيرة غرب بحر قزوين وتبدأ الجيوش الإسلامية في التحرك ويصل جيش سيدنا نعيم بن مقرن إلى همذان سنة 22 من الهجرة ويمر في طريقه إلى همذان بثنية العسل ويكمل المسلمون الطريق حتى وصلوا إلى همذان وعلى المقدمة سيدنا سويد بن مقرن فلما وصلت المقدمة قابلها أهل همذان بالحرب ولكن المقدمة دكت جيوش الفرس في همذان فطلب الفرس في همذان الصلح مرة أخرى فعقد معهم معاهدة هي نفس المعاهدة التي عاقدها المسلمون مع أهل أصبهان وبعد فتحها مذان تجمعت قوات أخرى في وجه سيدنا نعيم بن مقرن وكان ملك الري قد أرسل قائدا من قواده اسمه الزينبي ويعسكر الزينبي في منطقة تسمى واجروذ ويرسل رسائل إلى أهل فارس فيرسل رسالة إلى أهل قزوين وإلى أذربيجان ليمده بالمدد فجاءه من هذه المناطق مدد كبير وعلى رأسه أعظم قواد فارس على الإطلاق وهو إسفندياذ ملك مدينة أذربيجان وهو شقيق رستوم الذي قتل في القادسية فتجمع في واجروذ ثلاثة جيوش جيش من الري وجيش من مدينة قزوين وجيش من أذربيجان تجمعت هذه الجيوش حتى تقضي على سيدنا نعيم بن مقرن والتق سيدنا نعيم والمسلمون مع جموع الفرس وقتل من الفرس في هذه المعركة ما لا يحصى عدده وخاض المسلمون مع الفرس معارك كثيرة وفي كل معركة يقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة إلا أنهم مستمرون في محاربة المسلمين بعد الانتصار الذي حققه سيدنا نعيم بن مقرن على الجيوش الثلاثة وما هي إلا أيام قليلة حتى أفاء الله على المسلمين مدينة الري وسيطر المسلمون على جميع المناطق التي تحيط بهذه المدينة وأصبح الزينبي أميرا على تلك المنطقة يعطي الجزية للمسلمين وجاءت آخر خطوة وهي فتح قومس وجرجان وتبرستان فبعد تسليم الري ومصالحة المسلمين لأهلها خرج سيدنا سويد بن مقرن ليفتح قومس وجرجان وتبرستان كما خطط سيدنا عمر بن الخطاب وفي طريق سيدنا سويد من الري إلى قومس وفي هذه المساحة العريض الشاسع لم يقابله فارسي واحد وكانت الجيوش تفر من أمامه إلى قومس وما إن وصل قومس حتى خرج إليه ملكها وأهلها طالبين الصلحة مع المسلمين على أن يعطوا الجزية فيعقد معهم معاهدة كالتي عقدت مع أهل أصبهان ثم كاتب جرجان وتبرستان يخبرهم بوصوله إلى قومس ويعرض عليهم الإسلام أو الجزية أو القتال فيراسله أهل جرجان وتبرستان بقبول الصلح وإعطاء الجزية ثم عقدت معهم معاهدة شبيهة بمعاهدة أصبهان وهكذا تكون قد سقطت الإمبراطورية الفارسية تحت أرجل المسلمين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء تحركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة